شكرا للمشاهدة بدون البن وبدون يور طبيعي وصفة رائعة إذا تبعتوا إذا تبعتوا الطريقة بالتفصيل وخليتوا تشيشة تشرب وتغتاح وبعدما شربتوا قلب اللوس خليتوا يغتاح راح تتحصلوا على هذا قلب اللوس بدون شك المهم تلتزموا بالتعليمات هنا حبيبتي أنا ختمت لكم سنيوة صغيرة وانتم إذا تحبوا ضعفوا المقادر ضعفوا غني خليت لكم في نهاية الفيديو خليت لكم الوصفة كيلة كبيرة أو بلاتو كبير تحولي عشان حبا نتوكل على الله حبيباتي وبسم الله بلما ننسى نبدأوا بالصلاة والسلام على حبيب الله عليه الصلاة والسلام هنا كمعكم تشوفوا عندي الشيشة الخشينة أو هذه هي لعكم تشوفوا فيها أنا راح نستعمل الكاس للكيلة علاجة لكم ولكن من الأحسن تستعملوا الميزان أنا بالميزان هنا استعمل 300 جرام منتعة شيشة خشينة أو ثلاث كيسان بهذا الكاس تاع مية وخمسة وعشرين ميلي ثلاث كيسان بومبي هنا كم تشوفوا لابخانتي يعاون نزيد كيلة ونص تاع سكر الكاس تاعي ماشي معمار هنا اللي هي 150 جرام يعني هنا حبيباتي درت 300 جرام تاع الشيشة و150 جرام تاع سكر الشيشة السكر هي نصف كمية الشيشة تخلطهم مليح حتى يدخلوا كامل فيما بعض نصود واللي حبة بحبة نزيد الشاملح ونذوب 75 جرام تاع زبدا اللي هي كما راكم تشوفوا ثلاث كيس هنا استعملت كمية صغيرة استعملت بلاتو تاع عشر حبات وفي نهاية الفيديو خلي لكم نخلي لكم كما قلت لكم في بداية الفيديو نخلي لكم الوصفة تاع بلاتو كبير مكتوبة هنا اياه ندخل مليح الزبدا تاعي في الشيشة والسكر ونجيب خليط ماء زائد ماء الزهر هي نفس الكمية 75 ملي أو ثلثي الكاس ونشمخ بنصف الكمية ونخلي النصف الثاني بعد ما ترتاح بعد ما يرتاح الشيشة والسكر تواعيد نخلط مليح ندخل كامل المكونات ونغطيها ونخليها ترتاح خمس سوايا اقل شي اذا عندكم الوقت خلوها ليلة كاملة بالنسبة لي خليتها خمس سوايا نروحو ذوكا نوجده لسيروتانا او الشاربات عندي ربع كيلات انتاع ما اللي هي نصية لاما وزوج كيلات تاع سكر السكر دايما من عمروش الكيلة زوج كيلات اللي هي ميتين جرام قطعة ليمون ونخليها بعد ما تبدأ الغلايان سبع دقائق ثم انطفالها عفون اهنا نروحو للحشو تاعي عندي كاس تعلوز او كيلة تعلوز مطحون اللي هي خمس سوابعين جرام ملعقة سكر ونص ملعقة صغيرة نتاع قرفة نزيد ملعقة او ثنين تاع ماء الزهر نخلط مليح وهذه هي الحشو تاعي هنا حبيباتي بعد ما اغتاحت الشيشة تاعي نجيبها ونفتحها مليح بيدي نحلها كامل هذو كتكتولات ونجيب الكمية لقاعدة لتاع ماء الزهر مع الماء هذه هي ونغش بها ونخلط مليح ونحك بيدي وما نخافش مش رح يتعجن لانه هذه الشيشة الخشينة جامي تتعجن لكم نخلط مليح والضغط بيديك بدون خوف في هذا الاثناء انسخن الفرن تاعي 180 درجة هنا كما قلت لكم حبيباتي هاكم تشوفوا نضغط مليح بيش كامل المكونات يدخلوا في مبعضاهم حاولي كيف الشي واللي وكن نجيب سنيوة نخدمة سنيوة صغيرة من الكمية وماذا بيكم ايضا تسييو سنيوة صغيرة كنت عدو تخدموا ندهنها بالزيت السنيوة التاعي طول تاحة 29 سنتيم العرض التاحة 19 سنتيمتر ندهنها مليح مليح بالزيت ماشي زبدا ونحط الكمية الكبيرة تعد شيشة ثم نحط الحشوة تاعي ونوزحها بالتساوي كامل على الخبزة هذه ونغطيها بما تبقى من لاجين نغطيها من خليها تباني على الأطراف باش ما يتحقق ليش اللوز تاعي ممكن تستعملوا كوكا وفبلاست اللوز دوكا نغسل يدي يمليح ونخليهم شمخين ونعاود نولي هنا باش يسهل عليها الخبز وكما جاءكم تشوفوا الزيت هذا يعاوني بها الخبزة تمشي وننسي نبلاتي الخبزة أو نخبزها بالتساوي كامل على الأطراف كما قلت لكم في هاد الأثناء نسخن الفورن تاعي لمية ثمانين درجة نخبز مليح القلب اللوز تاعي وبواسطة هاد الكوبات أو هاد القطعة نحاول نساوي السيخفاس كامل وننحي لتخاصة على الأصابع كما راكم تشوفوا اهنا نقطع في الواسط وندهن بالزبدة ذيبة حوالي خمسين جرام تاع زبدة ذيبة ثم نزينها بقطع نتع نتع لوز وندخلها الفورن نطيبها على مية وثمانين درجة مدة خمسة وابعين دقيقة الشربات التاعي نصفيها من صفيها من القارص ونزيد لها حوالي خمس ملاعق نتع ماء الزهر نخرج قلب اللوز السخون غير نخرجه من الفورن نسقيه بالشربات باردة شربات باردة أنا نسقيها لدفعات متخافوش راح يشرب شوية في اللول ومبعد يحبس ومبعد يعاودي واللي يشرب نضيف بالعقل أنا درت كامل كميات على السيرو اللي طيبتو تعال الشربات درتها كامل حتى نكملتها كامل وهنا قلب اللوز حبيباتي بعد ما يشرب راكم تشوفوا فيها هاوليك بزاف في عبان فيه لسيرو خلوه يغتح بيان أقل شي خمس أسوايع وبالنسبة لي أنا خليته ليلة كاملة بتحصلت على هذا قلب اللوز شباب من الأحسن تخلوه يبات باش تقطعوه إذا كم تحوسوا على نتيجة مليحة هذا هو اللوز بعد ما قطعتوه حبيباتي وصفة ناجحة مئة بالمئة بالصح إذا ما لتزمتوش بتعليمات ما تحصلوش على قلب اللوز مليح إذا تحوسوا على نتيجة مليحة لازم قلب اللوز يغتاح ولازم بعد ما تشربوه بالسيرو لازم تخليوه أيضا يغتاح لأنه السيرو كي يشربو لازم يبرد قلب اللوز بهيشد فيه وباش تنتفخ الحبة وتعطيكم الطعم اللي تحوسوا عليه هذا هو قلب اللوز حبيباتي وصفة سهلة مع شوية صبغ فقط كما راكم تشوفو فيه يعني وذوق ما شاء الله ميديكمش تخو تخو سكري نقصت في كمية السكر في هاللصفة ميديكمش تخو تخو سكري وميديكمش سامط يديكم يعني بغيمو بالبوال إن شاء الله حبيباتي تعجبكم الوصفة تجربوها وتنشعوا ليفتح عليك ونقلكم أحبكم في الله هذه هي الوصفة تحوالي عشان قطعة يكون الديمسيون تاعه سبعة وثلاثين على سبعة وثلاثين سنتيم على على سبعة وعشرين نقلكم أحبكم في الله ونتلقى إن شاء الله في الفيديو الجيين والسلام عليكم ورحمة الله يتعلى وبرك